فاتح ماي يوم شهير عند الإيطاليين للخروج والاستمتاع بالتقسي في الهواء الطلق فيه فتحت الشواطئ الإيطالية من جديد ما من مرتاديها بعد إغلاق استمر لأكثر من عام بسبب جائحة كورونا رغم بولوثة التقسي والمطر أحياناً لم يثني ذلك مجموعات من المتنزهين من الاستمتاع بالطعام على الشاطئ بعد غياب طويل عنها كنا جميعاً ننتظر قليلاً من الحرية لكن دعنا نقول إننا سنستفيد منها حتى ولو بهذه الطريقة بدأت إيطاليا تستعد عافيتها ورفعت تدابير لإغلاق وعطيت للمؤسسات الشاطئية ضو الأخضر لفتح أبوابها وسمح للإيطاليين من جديد بتناول الطعام في المطاعم والجلس في الهواء الطلق هنا في بلدة سانتا سيفيرا الواقعة على شاطئ البحر وفي اليوم الذي سمح فيه بالتوجه للشواطئ لم تسمح الأحوال الجوية ولم تترك للزبناء سوى مساحات محدودة في الخارج من الصعب الافتتاح لأنه في الوقت الحالي التقس ليس في صالحنا رغم الظروف الملاخية الخاصة لم يتردد كثيرون في ركوب الأمواج لابتعاد عن الشاطئ في مهب الريح كأنهم يريدون الاطمئنان إلى أنهم خرجوا من أسر أيام الحجر الصحي الرتيبة والطويلة